زيكو شباب أهلا بيكو في حلقة جديدة من جيمس تو إيجيبت ألعاب بتنجح بدون ما تسمع عنها وده بيبقى سبب من أسباب النجاح بالمناسبة بتاعها اللي محدش بيخبله منه ودليل على ذلك بقى هو موضوعنا النهاردة والفيديو بتاعنا وهم ألعاب بيقعد يتعمل لهم تسويق قد كده وضقة تكاد تكون كاذبة ويحسسك إنها بقى هتغير عالم الجيمينج وفي الآخر للأسف ألاف الجيميرز بيصدقوا وبيعملوا بقى الطلب المسبق أو الـ Pre-Order على أساس إنهم متطمينين وواسقين من الشركة والكلام بتاعها وفي الآخر يطلع الناتج إن اللعبة دي ضعيفة جدا عن الحقيقة وبش زي ما هم كان متوقعين تماما بالعكس بيحسوا إنهم ندمن هم دفعوا جنيه في اللعبة دي رغم إنهم ممكن يكون الألعاب نفسها لطيفة أو عادية أو متواضعة بس الهايب أو الدجة الكذابة بيبقوا ضحاياها كتير الألعاب إن أرد الفيديو ده وإزاي الرسالة ليكوا عشان تفهموا الموضوع ماشي إزاي يلا بينا نبدأ لاتس جو هابدأ برقم عشرة معانا اللو كله أكيد متوقع أنا هاجبها وهي ستار فيلد أنا حابب أبدأ بيها في الليستة بتاعتنا لأنها أولا وعدنا بيها لحج تود هاورد وبفتازدة إنها بشكل عام هتبقى النقلة الجديدة من ساعة إيلدس كول سكايرام وإن إكس بوكس هتشوف فيها الخير ودوق فيها الشهد حرفيا لو كان أي حد يعترض على أي حاجة مثلا على الأكس بوكس تلاقي الناس بيدولك بس بس انت عندكش لعبة زي ستار فيلد الكام ده كان بتقال قبل ما اللعبة تنزل أصلا فكات هي العظمة المنتظرة وبصراحة بشاهزة تحكي عليكم الدقة التي عملت عليها كبيرة لدرجة إن اللعبة مهما كانت جميلة أو فظيعة عمرها ما تبقى قد الدقة دي وبالتالي هي كتضحية الهايب قبل ما اللعبة تنزل أساسا تمتخيل إن إكس بوكس جابوا لها إماجين دراجونز الفرقة عشان تغني زي برو مو كده للعبة كتسويق فالموضوع كان أوفر بصراحة للأسف الشديد اللعبة زي ما كنا متوقعين وأنا كنت متوقع واللهي كانك بتلعب فول آوت بس في الفضاء ومفيش أي تطوير عن الأجزاء اللي فاتت بالعكس فيها غلطات كتير ووقعوا فيها بدل مرة كذا مرة تنين وكمان استحال إنها كتدخل ناس ملهمش في الفضاء في اللعبة دي وديكت أكبر حاجة إن كنتم استني أشوف هما يعملوها إزاي فكل دا كان موجود رغم ذلك اللعبة لطيفة ولا استمتعت بها فكرة للآخر بس المشكلة إن الضجة بتاعتها مش قد المنتج الأخير تماما وده اللي خلن الناس كتير تتريع عليها وتتحط من أسوأ الععاب لذلك الفترة اللي فاتت منها ولا هي سيئة ولا هي فيها كمية السوق دوت بس مشكلة الضحايا الهايب في الغالب بيبقى فيه هجوم قوي سلبي نخلش بعكية رقم تسعة معانا وهي لعبة The Order 1886 نفس الكلام اللي أنا قلته بالضبط على الأكس بوكس والحصرية بتاعته هنا هقولوا بقى على حصرية سوني اللي كانت منتظرة واللي كانت هتعمل ألبان على البلاي سيشن الفور زي ما كانوا بيزعمه لأنها كمان واخد الميثولوجية سوبر ناتشرل وجوه الفامبيرز والويرولفز فطبعا كله مهووس ان يشوف الجو ده لأول مرة على البلاي سيشن كالحصرية وهتبقى ببجت عالي كمان للأسف للأسف اللعبة ترقت كارثية مقارنة باللي كانوا بيهايب عليهم اللعبة كانت أربع ساعات جيم بلاي بس وكانت للأسف الشديد الجيم بلاي نفسه كان جينيريك قوي القصة كانت لطيفة والدرافيكس كان عالمي بس كان بعد ايه بعد منتو قعدتو تقولوا ان هتبقى معدية وحتى انتو سبتوها معملتوش ليها سيكويل ولا عملتو ليها جزء تاني يكمل العظمة دي كانت هتبقى سلسلة عظيمة بس للأسف سوني شافت انها وقعت وتخدعت في الهايب اللي التعامل من المطور وفي الاخر اللعبة طلعت اقل من المتواضع وده كان برضو سبب الضجة بتاعتها اللعبة دي لو كانت طعب هدوء كان موضوع يختلف وكانت لعبة نكهة نجاح بهر رقم تمانية معانا لعبة ايفولف وفي الارجة ان كان في البيتا تست جابوا ميديا اوتلت وجابوا نقاط وطلعوا وقالوا ان اللعبة دي هتعدي وهتكسر الدنيا ودلها من افضل العب كانت في ايه تري انت بتخيل كمية النفاق اللي حصلت ساعتها قبل ما اللعبة تنزل المراجعين دحكوا علينا من الاخر عشان الناس تعمل وان اللعبة مش كده خالص بالعكس هي عبارة عن لعبة زهق تماما الويفز كلها شبه بعضيها يعني مفيش غير ساعتين ثلاثة وبعد كده تزهق تماما من اللعبة للأسف الشديد اللعبة مع ديتش كتير في السوق وفي الاخر السيرفرات اتقفلت والناس سابوها وكل ده بسبب الهايب الكذاب اللي عملوا الميديا اوتلتس والمراجعين الكدامين طبعا وده خلى اللعبة تموت بسرعة يجي بعد كده رقم سبعة معانا وهي ووتش دوكز اكيد طبعا انا هتكلم عن لستة عن العابة ظلمت من الضجة الكذابة اللي هي تعاملت يبقى لازم اجيب ووتش دوكز انتوا عارفين كويس جدا ليه بالذات اللعبة دي ومين فاكر ان التريلر اللي نزل اللي اتعرض من يوبيسوفت وقاله ان اللعبة دي هتقصر الدنيا وفاني الجرافيكس والجيم بلاي وكل حاجة كان شكلها طحفة بس كانت خدعة لان التريلر دوت اتعمله داونجريد بشكل بشع بعدها واللعبة نزلت بمشاكل رهيبة رغم ان اللعبة نفسها جميلة جدا وفكرة كمان الهاكينج اللي فيها كان ممتاز وكانت نقلة في بعض النقط وكمان الى اوبن وورد او العالم مفتوح بتاعك كان نطيف لكن هتقول ايه بقى يعني للأسف الضجة اللي كانت نزلت لها يوبيسوفت ان اللعبة دي كانت تبقى حاجة تانية خاصة ما شفناش وللأسف اقل بكتير من ناحية الجرافيكس ومن ناحية التقنية وبسبب الداونجريد يا يوبيسوفت هي اللي وصل اللعبة دي ما تنجحش النجاح اللي كانوا منتظرينه نخل شبع كده عرقم ستة معانا وهي لعبة ديوك نيوكم فوريفر يا ساتر الخزوق اللي حصل منها الجزء ده هنستنيناه فوق 18 سنة تقريبا او حاجة زي كده وانا فاكر يعني الواحد كان مستنيها واول ما نزلت قولنا دي لها تنفس دوم حاجة مختلفة تماما عن الضجة وعلى انتظار الكاذب اللعبة بصراحة اقل بكتير من المتواضع يعني يمكن لو كانت ديها اسم تاني غير ديوك نيوكم كان الواحد هيعديها بس للأسف ان دي سلسلة عارقة وقديمة وجميلة جدا لواحد كانت منتظر جزء جديد يقصر الدنيا ويبقى جيم شينجر وهي اقل من كده بكتير فبرضو دي كانت ضحية اولا للاسم المشهور وسنين للتسويق الكاذب انها هتعدي كل حاجة رقم خمسة معانا سوريا شباب بقى لازم اجيب كينجدم هارت ستري وده جاية من واحد بيك فان للسلسلة دي بالمناسبة عشان محدش يزعل انا بعتبر كينجدم هارتس اللعبة المفضلة عندي بس برضو نفس الفكرة الواحد قعد سنين عمره مستني جزء ثالث بعد الجزء الثاني من نزل من عشرين سنة تريبا وكان ماستر بيس هو جزء الاول وكمان نزل بعد يوم خمسمائة الف جزء جانبي فالهو كان يتوه الواحد من ناحية القصة وكلنا كنا مسلين بقى الكونكلوجين او النهاية في الجزء الثالث وللاسف طلع اقل بكتير من انا كنا منتظرينه بالعكس كان متصربع قوي انهو ينزل عشان الناس كتبت طالب تتسوين اموره المطور انهو ينجز في الجزء دوت فكان واضح قوي الاستعجال والقصة تقفلت بشكل بشع وكمان العوالم والجيم بلاي الموجود ما كانتش بالصورة اللي انا كنا منتظرينها رقم اربع معنا دلوقتي هي هيز يمكن كتاب منكم لا تسمع اسم اللعبة دي بس انا اعز اقولك على حاجة بسيطة جدا هيز دي يا باشا كان الناس بتقول عليها قبل ما تنزل انها هيلو كيلر يعني ايه هيلو كيلر يعني اللعبة اللي هتقتل اقوى حصرية الاكس بوكس هيلو فطبعا جنون هايب غير طبيعي ولما نزلت في راديكال طبعا يعني هم متورين ممتازين بس اللعبة دي كانت متواضعة وجميلة لكن هيلو كيلر ابعد البعض عن كده وعشان كده كل اللي لعبها قالك مش قد كده واللعبة وقعت ضحية تتضجة بشكل غير طبيعي يعني انها لو كانت نزلت ومقيتش الكلام دو كانت ممكن تنجح اكتر من كده وكانت ممكن تعمل شغل اكتر من كده وللاسف اللعبة عمد مبيعات سيئة وما نكحتش عشان في الاخر ما تلعيتش هيلو كيلر رقم 3 معانا هي State of Emergency 2 من يسد ان اللعبة دي من روكستار من حبابنا بتوع جي تي اي اللعبة دي جميلة جدا بالمناسبة وقبل ما تنزل يعني كان فيها هايب غير طبيعي لانها نزلت بعد جي تي اي 3 فكله كان فاكر بقى انها لها هتطور سيئة جي تي اي وهتعمل جزء جديد رهيب جدا منها لها علاقة ولا صلة بيها بجي تي اي اصلا اللعبة حلوة بالطريقة بتاعتها بس للاسف ده اللعبة ده اللعبة لما نزلت مبيعاتها ما كانتش قدي كده وتقييماتها برضو ما كانتش قدي كده من انا كنت بقى موت فيها وانا صغير وكنت بحبها جدا بتقتل الناس في المول وبشخصيات وابطال كده مختلفين فللاسف الشديد اللعبة دي برضو وقعت في ضجة او مقارنة بها بجي تي اي وده بسبب الناس مش بسبب روك ستار للاسف الجيمرز نفسهم هم الغلطانين في نقطة زي دي واللعبة خسرت كتير بسبب الضجة رقم الانتين معانا بقى وهي لعبة كاليستو بروتوكول اللعبة اللي تقال عليها قبل ما تنزل انها خليفة ديت سبيس وانها هتبقى جزء جديد اللي هترجع ماجد ديت سبيس تاني طبعا كل الكلام ده كان كلام فارغ اهل اتموسفير كان قريب بس اللعبة متعاضعة جدا واقل بكتير من مستوى ديت سبيس وده اللي خلاها للأسف تتحط في مقارنة ظالمة اللعبة اتقذت كتير من وراها لدرجة انها الوقت بتتحطى اصلا في بلاي سيشن بلاس ببلاش يعني فدي حاجة محزنة لان اللعبة نفسها والله لو مكنتش قرنت نفسها اصلا ديت سبيس كانت ممكن تعمل شغلة حلوة جدا وكان ممكن يشوف اقوى واجزاء ليها جديدة كانت تحسن حتى المشاكل اللي كانت فيها فدي برضو كانت مقارنة كاذبة وكانت للاسف ضحية الدجة نوصة بقى الاخر اختيار معانا ورقم واحد وهي سايبربونك 2077 طبعا يعني انا عارف ان في ناس كتير ت تقول لي ليه دي لعبة ممتازة هي طبعا لعبة ممتازة جدا كمان بس انت بتتكلم في دجة انها دي كتبقى اقوى لعبة في تاريخ البشرية لو انت ارجعت بالزمن كده الدجة دي كانت بقوة انها مثلا جتي اي سيكس جديدة وطبعا ده ما حصلش او مش دل طلع اللعبة على قد ما هي ممتازة بس قعدت كتير قوي عشان توصل للستيج دوت عشان توصل للمرتبة دي وما كانش عليها الدجة ان اللعبة دي هتقصر الدنيا صدقوني كانوا مطورين ما كانوش هيستعجلوا ان هم ينز وكان المطورين هنزلوها اولا كاملة تبقى نازلة مغير اي بجز ومغير اي جليتشات وكانت ساعتها هتعمل ارادات وشغل احسن حتى من جي تي ايه بس هتقول لي مين يعني هتقول لحاجة انا مش عارف المطورين ليه فاكرين ان الضجة في مصلحة اللعبة بالعكس هي بتكسبك بس في الاول وفي الاخر الناس اصلا بيسيبوها ويتبقى نقطة علم الالعاب وعشان كده انا ديمة بقول ان الضجة اكبر سبب للفشل اكتر حتى من اللعبة تكون حشا فده يا جماعة ر رسالتي النهاردة للجيمرز الموجودين واتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب ويلا see you in the next video